اشتركوا في القناة هذا المشكل أو هذا الموضوع عرف نقاشا طويلا خلال هذه الفترة يعني مشروع إعادة تأهيل منطقة الهروين الشمالية وقيل فيه الكثير من يتحمل المسؤولية في تأخر هذا المشروع رغم أنه عرض على أنظار الملك سنة 2016 وكان لابد وحددت له المدة الزمنية في نهاية الأشغال في 2018 لكن لحد ساعة ما زالت الأمور على حالها ولم يتغير شيء في أرض الواقع سي سعيد مرحبا بك ماذا وقع؟ لماذا هذا التأخر؟ وهل ممكن أنك تقرب لنا الصورة في ما يعرفه وشنو التأخر من المسؤول على التأخر فارمشور؟ شكرا جزيلا للجريدة المواطنة أنفس على الاستضافة بل وعلى المواكبة التي أبانت عليها منذ 23 يونيو 2016 لأنه من ثم ونحن كنعرفه الجريداجات المنطقة وقدمت لي وحدة اسميته وجها لوجه حين أخبرته بحدف حي الهراوين من البرنامج الجماعي بمقاطعة سيد اعتمان بلغتكم بالشكاية التي أوردت منها أحلتها على الجهات الوصية بكل مراكزها من وزارة الداخلية من ولي جهة الضربيدة أسطاعت رئيس جماعة الضربيدة وهو أحد في الحي الهراوين من البرنامج الجماعي جملة وتفصيلة وذلك تحت ذريعة ما سمية باتفاقية 23 مليار كما قلتم أستاذ التي عرضت على صاحب الجلالة منذ 2013 اتفاقية كانت في 2013 وكان الأجل ديالها تسالي في 2015 اللي تم توقيعها غير أنه ما تم تفعيلها حتى الـ 2016 في الزيارة الملكية فعلا أستاذي هذه الاتفاقية عرفت التأخير والتأخير في يوم 11 يوم الخاميس بالضبط 11 فبراير 2016 وفي زيارة رسمية لجلالته الله سبحانه الله عرضت عليه مشاريع للإدماج الحضاري بالمنصة الشرفية وبحضور رعاياه من ساكنة حيل هراويين عرضت عليه المشاريع الإدماج الحضاري التي تهم تعميم الطرق توسيع شبكة الماء والكهرباء وتقويتها التطهير السائل التشجير بما فيها مغروسات الزينة هذا من حيث البنية التحتية الشق الثاني المشاريع المشاريع القرب الاجتماعية وهي عشرة وتخصه لا باش مزيان مروفة المشاريع المهيكلة المشاريع عشرة مشاريع عشرة فيها مسجد فيها قام وغسطنة فيها مركز نيسي غيناء إذن بحضوركم لا ما يلفت الانتباء أستاذي هو أن جلالة الملك وقف أكثر من على هذه المشاريع القرب الاجتماعية وكان يشير بيديه الكريمتين لكل مشروع على حيثا ما سنفاجأ به بعد نهاية مدة الإنجاز ولا شيء أنجيزا يعني من 2016 نطلق المشروع أعطى صاحب الجال فعلا أعطى انطلاق ذياله الرسمية بالعالم الوطني بالتصفيق والأهازيج ومن ثم انطلق المشروع على أساس أن يتم في خلال 24 شهر يعني في فبراير من فبراير 2016 لغاية فبراير 2018 لا انتهت مدة الإنجاز ولا شيء أنجيزا من المسؤول غير من المسؤول عن تأخر هذه الأشغال في نظاركم تومة شكو لي مسؤول على تأخر هذا المشروع وعدم إنجازه على أرض الواقع لأن المتداخلين تار كن شركة العمران كن وزارة داخلية كن عمالة كن مجلس مدينة داربيضة كن مجلس العمالة كن مجلس الجهة كن مجموعة من الشركة كل شريك ساهمة بواحد القدر معين تعلمات ولكن كن المسؤول لها التأخر على الأشغال سأجيبك يا أستاذ المسألة أصبحت ليست مسألة تأخر فقط وإنما المسألة تحولت إلى تلاعب تلاعب المشاريع التي أطلقها صاحب الجلال فالرئيس أمام التورط أمام انتهاء مدة الإنجاز ولا شيء أنجزة غير التعتر والعبات بما للكلمة من معنى وإلحق الضرار العديد من الوفيات التي تبعتها ساكنة المتعر ماذا لكم حين نقبل على الضمار والخراب وهدم المسالك والممرات ونخلو الخناديق فهدر نصب كامين لهذه الساكنة على أي استدعم رئيس المقاطعة خلال هذا الدورة 2018 ممثلي شركة العمران يونيو 2018 هل أنت مجيين بدورة لا تتكلم على رئيس مقاطعة سيداعة 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 غيش رحل لنا سبب تعطور لا تتكلم غيش رحل لك سبب تعطور قدم لنا أنت سبب لك سبب تعطور من اللي جينا كان بغينا نشوف واشنو السبب تعطور هو أستاذي الممثلين دي شركة العمران براروا بأن هناك إكراهات مالية وتقنية وتصفية العقاري وعقارية يعني عندهم كيف يُعقل الشروع كيف يُعقل أي كيف يُعقل أن مشروع قدم قدم للملك وتم المصادقة عليه نجي وإحنا دابا ونقول للناس لا ما تمش توفير الاعتماد المالي دياله واش كان خلال أن الدراسة اللي دارت على مستوى الهرويين الشمالية كانت دراسة خاطئة ما كانش تعتمد على معطيات تقنية أو أن الشركاء اللي يخصون يمولوا معطيات تقنية يعني قدمنا للملك يقررون بأننا قدمنا للملك مشاريع لا تستوفي شروط الإنجاز عن علم يعني الرئيس هو الأدراء بالميدان وهو الذي حدث حي الهرويين بذريعة سماوه بن عدام الوعاء العقاري كما هو يؤكده في محدد أمر ربما غير نوضحه ونت هتوضحه لي دبا رئيس مقاطعة سليو عثمان يعني هو صحيح ينتمي للمجال تابع عليه الهرويين الشمالية عندهم مسؤولية والتدراء والتدراء عندهم مسؤولية في الدفاع لها دوك الساكنة وتحقيق المصالح ديالهم وتوفير العيش الكريم باعتبارهم وممثل هدوك الناس ونتخبو عليه وأخص بأنه هو حزب عدد للتنمية ونت هتنتامي الحزب عدد للتنمية نعم غير أنه فاشتنشوفوا الاتفاقية تلقوا أن اللي كنين في الاتفاقية الممولين الرئيسيين ما كناش مقاطعة سليو عثمان كن عمالة مقاطعة موليرشيد نعم يعني كيفاش أنا متنمول شو غنت تحكم في المشروع نعم أعيد سؤال كيفاش أنا كمقاطعة ما عنديش لم أساهم في تمويل المشروع كمقاطعة سليو عثمان كيفاش أنني غنفرض على شركة العمران أو المتدخنين في المشروع أنهم يلتازموا بهذا المسائل كيفاش شرح لنا مزيان توضح لنا بالأمر مدام رئيس المقاطعة هو المدبر ديال الاتفاقية هو اللي كان كيعقب الاجتماعات ديال كيخصو يواكبها وكيخصو يرافع من خلال المؤسسة هو نائب برلماني في حين ما قامش بما يجب القيام به كنائب برلماني كرئيس التنمية كرئيس مقاطعة وكرئيس المبادرة كرئيس اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية لم يقم بما يجب القيام به بل أكثر نجد أن رئيس المقاطعة وجد ظهرته في صنع الاتفاقيات الدعم المالية تحت ذريعة البؤس والتهميش مثلا أستاذ أسمح لي لأن في هذه الدورة الدورة الأخيرة الدورة الدورة نحن باقين فيها 2018 ما عنوش لنا بأنه وقالوا لنا ودي صافي راح نقدمنا للمالك مشاريع لتستوفي شرط الإنجاز في حسب وإنما الأفضاء عومي ذلك هو القيام بتحويل المرافق القرب لوجهات أخرى غير اللي روين ومعها تحويل المبالغ المالية المرصودة تصور يا أستاذ باش هذا شيء ما كيندارج لف بنود الاتفاقية ولا معاكسة صارخة للتوجهات الملكية أنني نقوم ونحول مرافق اللي دشنا المالك في حي وانتك تحول لوجهات أخرى وكتجهز على تحويل المبالغ المالية المرصودة سيد الرئيس كما قلت لم يقوم بالمطلوب بل تقدمه عبر ورقة تقنية لمجلس العمالة يطلبه دعما بمليارين لا لشيء بدعوة أنه سيخرج المرافق العشرة للوجود يعني دعم آخر دعم آخر لإخراج منطقة هروين لإخراج المرافق العشرة فشركة العمرة تقرر بترحيلها والرئيس نجده يقرر وهمه الوحيد هو جلب مبالغ مالية أخرى دبا دبا أنت تحاول يعني تحمل المسؤولية لرئيس مقاطعة سيدانتوان نعم يجيب رئيس نعم رئيس مقاطعة سيدانتوان يتحمل المسؤولية السياسية باعتباره برلماني المنطقة باعتباره رئيس مقاطعة باعتباره رئيس اللجنة المحليون تتامي لحزن وباعتبره عضو عضو في لجنة التتبع أنت تتامي لحزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمية يسير بالأغلبية ضربدة ومقاطعة سيدوانتوان كيفاش أنت داخل الحزب يعني كيفاش حاولتو تتنقش هذا الموضوع هذا أولا أنا أنتامي لحزب العدالة والتنمية بالصيفة القانونية بأن وجودي في مقاطعة سيدوانتوان بهيئة حزب العدالة والتنمية ووجودي في مجلس المدنية بقرار نعم بهيئة بهيئة السياسية اللي هي حزب العدالة والتنمية أنا أنتامي لحزب العدالة والتنمية لأن هناك القول الرئيس يموه بفصل لا كيخصني نكون في حزب العدالة ونعري الواقع من حقي باش نفضح الاختلالات ليس أنني غير متواجد في حزب العدالة والتنمية يجيبوا التسطور ويجيبوا غير مقبول نعم في تحميل المسؤولية نعم نعم المسؤولية كما قلتم أستاذ المسؤولية السياسية يتحملها كل كل من رئيس مقاطعة رئيس مقاطعة سليعتنا بالدرجة اللونة رئيس مقاطعة موليرشيد تأو نائب برلماني رئيس جماعة الدار البيضاء للاحتو أستاذ رئيس جماعة الدار البيضاء تستر عن الهراويين ما عمرت درجة تفشي نقطة كيدرج خمسين نقطة والهراويين ما كيناش لغاية تحتل الفبراير دورة ديال الفين وعشرين يلا كل قلقوا السيد رئيس أدرجة نقطة لنزع الميلكية لنزع الميكليان لشق الطرق في الفين وعشرين والإنجاز سالف الفين وثمانتعش أصل الإنجاز سالف الفين وثمانتعش مؤخرا في دورة سيد وثمان اللي كانت دورة العادية لشهر أكتوبر في سيد وثمان اللي تنقش في هذا الموضوع هذا كان حاضر ممثل عمراء شركة العمراء نعم كان طاقة مدير جاكي ومن بي الحويج اللي قالوا أنه كان صعوبات مالية وصعوبات تقنية في حل هذه المشكلة وربما خص اعتمادات مالية أخرى وبأن حاليا الله كملات 87% من الأشغال من ما يتعلق بما هو تقنية والدراسات والتصاميم وكذا شكرا كان ردكم أنتم معليهم فدل في أكتوبر في أكتوبر المؤخرة في 7 أكتوبر 2020 انعقدت دورة استثنائية من أجل استثنائية كانت استثنائية خاصة بنقطة فريدة خاصة بنقطة فريدة وهي المشاريع الملكية بالهراوين اتفاقية 23 مليار هي رولت الآن 24.5 مليار وجاء في العرب سيد مدير العمران عادنا إلى نقطة ما تحت الصفر ما تحت الصفر يلا جدني يعيده لنما تكرر وهو إكرهات كما قلنا إكرهات المالية والإكرهات التقنية ووجود البيراريك بهذه العبارة والناس قال لك ما بغوش يخلوا لي الملك ما تنزلوش لي على الأراضي إذن ناجح كيبرر لنا بأنورة المشاريع تقدمت اسميتهم وبرر لنا بلو الأكثر هذا سير كيعطينا في واحد المعطايات اللي هي لأس اسلام الصحة بلو الجريم الكبرى وحين يقدم لنا صورا لمرافق لا أترى خصوصا خصوصا بالملعب بما أترى عمق اليأس في النفوس وعمق الاستياء بالنسبة للمرافق ويجيب وفي استخفاف كيقول لنا مثلا المرافق ما خرجتش تورى بالمقاطعة يعني ما فيها بس ما تدارت شي في ولكن ما خرجت شي من المقاطعة بالنسبة سولنا على الطرق اللي هي كيداعي بأنه أنجزة بالنسبة لطريق الخمسين والستاب يلا ولت العشرين برر السيد الرئيس بأن الطريق الخمسين يلجي والساعة كاملة الخمسين ستكلفه أكثر لأنه سيحيد واحد العدد من الساكينة وحد المبلغ ذكروه ربما لا أخذت ذاكرة بالنسبة لك هذا المسؤول عن العمر أنه صرف 14 مليار من أصل 24 مليار المخصص وشهد 14 مليار أنتم كمنتخب في المنطقة الهلاوين الشاملي بينتليكم كينة في أرض الواقع نحن لا نرى شيئا غير الدمار والخار لا نرى شيئا غير العبات نحن كيخسنا نشوف المشروع كما جابوا صاحب يجيبوا تنزيله ما قلناش لي كسرف لي 14 ودي شيء لآخر وهو يقره بترحيل أستاذي كان أكد وكان شد عن هذه النقطة هو يقره بترحيل المرافق القرب اللي احنا في حاجة مسالية نعم ويقره بتحويل المباليغ المالية المرصودة نشوفوش كيذير في حين رئيس المقاطعة لا يجد سوى دارة في جلب لأن في يناير دورة يناير 2020 وخلال تقرار الإخباري أعلن السيد الرئيس عن اقتراحه لإتفاقية تكميلية أخرى مضاعفة لـ 23 مليار ما قدش قدت و23 مليار هذه المرة مضاعفة لـ 23 مليار هنا يتبين الاستهتار والتلاعب والهضر بالملأ نعم كسؤال الأخير لجأت القضاء فين وصلت هذه المسألة لجأت يعني في أطار هذا المشروع هذا لجأت القضاء للدفاع للمنطقة لا أنا أنا كانت تعدي شكايات استباقية منذ 2016 وانا الشكايات تلو الشكايات لأن أنا كان عرف كيف منطلق المجلس يصر يصر على حد في وحد المنطقة ماذا يصر على حد في المنطقة ماذا يصر على التهميش والعقاب الجماعي والحرمان من الوطائق والرخص الخاصة بتزويد الماء والكهرب هناك يبال يرى شي حاجة ما شي تلي الجأت فعلا القضاء على شو الجأت على صرف لأن الرئيس ظل خلال نشرة عروضي الإخبارية اللي يقدموا ما بين الدورتين يقروا بتنفيذ صفقات هات الصفقات معرفناش لا أترى لا على أرض الواقع نهائيا لا أترى لا ينفذوا صفقات خارج دون الإشارة إلى مبالغها وإلى طلبات العروض ولمساطر القانونية لها الجأت فعلا الجأت فعلا القضاء اللي أحمي للسيد الرئيس بالفساد وتبديد المال العام في مجالات مزعومة وفين وصلت قبل مستر هي لازلت رهينة القضاء لأن استمعت لي الفرقة الوطنية واستمعت لي هو الآخر شكرا جزيلا على تفاهمك شكرا جزيلا على مشاهدين الكرام إلى اللقاء في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر